اهلا بكم مشاهدنا في نشرة الاخبار بداية في تقريره الاخير لمجلس الامن حول الصحراء المغربية اعرب المينو العام للامم المتحدة انتونيو جوتراش عن اسفه ازاء صعوبة تحقيق تقدم في العملية السياسية بشان الصحراء المغربية التي يقوم بتيسيرها مبعوثه وشخصي وابرز تقريرا المبعوثة الشخصية اجرى مشاورات ثنائية غير رسمية مع مختلف الاطراف دون ان يتمكن من اعادة اطلاق العملية السياسية بهدف المضي قدما نحو حل سلمي ودائما للنزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية وترجع هذه العرقلة بالاسس الى رفض الجزائر تحمل مسؤوليتها ودورها باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع وذكر تقريرا وزير شؤون الكاريجية الجزائري احمد عطاف جدد التأكيد خلال لقاءات مع المبعوث الشخصي في فبراير وابريل الفين واربع وعشرين على ان بلده ليست طرفا في هذا النزاع ويساهم غياب المشاركة الفعلية للجزائر في تعقيد العملية السياسية وتأخير ايجاد حل سلميا وعدل مع استمرار الوضع القائم وسجل الامين العام من المغرب من جانبه جدد التأكيد على ارادته اعادة اطلاق مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة الذي اعتبره فرصة للدفع قدما بالحور هذا وقال وزير واشون الكاريجيات والتعاود الافريقي والمغرب المقيمين بالكاريج نصر بوريطة امس برباطن المغربة كما اكد ذلك صاحب الجلالة الملك محمد سدس لا يتفاوض حول صحرائه وسيادته عليها ووحدته الوطنية بل يتفاوض بشأن نزاع اقليميا مع بلد جار نتابع موقف المغرب حليكا في الفين وجوج راوليه بان المغرب حليك جلالة الملك لا يتفاوض حول صحرائه ولا يتفاوض حول سيادته على الصحراء ولا يتفاوض بشأن وحدته الوطنية المغرب يتفاوض بشأن نزاع اقليمي مع بلد جار ينازع المغرب في سيادته على ارض ولكن الصحراء وسيادة المغرب ووحدته الترابي مع مرة تكون فوق الطاوية المفاوضة مع مرة تكون مجال لتفاهمات وتوافقات نبقى دائما بالرباط حيث جددت تانتيجوا وبربودا تاكيد على دعمها للوحدة الترابية للمغرب وسيادة المملكة على كامل ترابها بما في ذلك منطقة صحراء وعلى مسادتها للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع المزيد مع صفية عثمان أنتيجوا وبربودا تجدد التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمغرب وسيادة المملكة على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء وعلى مساندتها للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع وفق وزير خارجية أنتيجوا وبربودا إيفيرلي بول شات جرين عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا موقف أنتيجوا وبربودا كما جدد التأكيد عليه السيد شات جرين يندرج في إطار الدينامية الدولية التي تكرسها الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الدعم لمخطط الحكم الذاتي والسيادة المغرب على الصحرائه أنتيجوا وبربودا تجدد التأكيد على دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد الموثوق به والجاد والواقعي للحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي ومن جهة أخرى أعرب وزير الشؤون الخارجية لأنتيجوا وبربودا عن ارتياحه لتوطيد العلاقات بين البلدين معبرا عن تقديره الكبير لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب متضامن وفعال أنتيجوا وبربودا أشادت أيضا بالمبادرات الملكية بشأن منطقة الساحل والمحيط الأطلسي من أجل إفريقيا مزدهرة ومستقرة وفي خبر أخرى جدد وزير الشؤون الخارجية وتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريط أتأكيد بالرباط على الالتزام الرسخ للمغرب من أجل حاكمة تكنولوجية الحديثة النشئة في إطار متعدد الأطراف وبركة بفقا لرؤية وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ضعي إلى مواكبة ابتكارات الثورة التكنولوجية المستمرة والتكيف معها والمساهمة فيها وأوضح سيد بوريط خلال ترأسه بشكل مشترك مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فردندو أرياس افتتاح المؤتمر العالمي الأول حول ذكاء الاصطناعية ودوره في تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أن تنظيم هذا الحدث يعكس رؤية رائدة للمغرب ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمواجهة تحديات وبحث الفرص التي وفرها الذكاء الاصطناعي للاتفاقية والدول الأطراف فيها في موضوع منفصل كدت وزارة داخلية الإسبانية أن المغرب شريك ذو أولوية بالنسبة لإسبانيا في مجال الهجرة مشددة على ضرورة مواصلة التعامل مع المملكة نجل تعزيز الهجرة المنظمة والمنتظمة والآمنة وقالت الوزارة في بلاغ لها صدر في ختام الاجتماعي الثاني والعشرين للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية الإسبانية حول الهجرة والذي ترأسته كاتبة الدولة الإسبانية في الهجرة بيلارا كنسيلا رودريغز والوالي مدير مديرية الهجرة ومراقبة الحدود خالد الزروالي إن كاتب الدولة الإسبانية في الأمن رفيال بيريز رويس شكر المغرب على التزامه وجهوده في مواجهة تحديات المشتركة مثل الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب عود إلى رباط حيث أجرى رئيس مجلس ينواب رشيد طلب العالمي مبحثة مع وزير أشؤون الخارجية لجمهورية إستونيا مارغوس تاهيكنا الذي يقوم بزيارة للمملكة على رأس وفدة وذكر بلاغ للمجلس الجانبين ثمن خلال هذا اللقاء حلقة الصدقة القوية التي تجمع المغرب وإستونيا وأبرز خصوصيات تجربتين البرلمانيتين بالبلدين المزيد مع هاردوان مستقي رئيس مجلس النواب رشيد طلب العالمي يجري بمقر المجلس بالرباط مبحثات مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية إستونيا مارغوس تاهيكنا الذي يقوم بزيارة للمملكة على رأس وفدة الجانبان ثمن علاقات الصداقة القوية التي تجمع المغرب وإستونيا وأبرز خصوصيات التجربتين البرلمانيتين بالبلدين والعلاقات بين الصلاط كما أكد على أهمية توطيد التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين وتبادل التجرب والخبرات في مجالات الرقمناء والحكومة المنفتحة والأمن السيبراني وزير خارجية إستونيا أشاد بالروابط الثقافية والتاريخية العميقة التي تجمع البلدين مؤكدا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في أبريل من سنة 2007 للأمين العام للأمم المتحدة بمثابة أساس جيد جد وموثوق به من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية السيد طالب العالمي أبرز مختلف مظاهر التنمية الشاملة خاصة في الأقاليم الجنوبية والتطور الديمقراطي الذي يعرفه المغرب والأوراش الكبرى التي انخرط فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ننتقل إلى سلاة هذه المرة حيث أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواتف حيار أن المغرب أحرز تقدما ملموسا في مجال تعزيز منظومة حقوق الإنسان وجعل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف المجالات من الأولويات الوطنية نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي المغرب أحرز تقدما ملموسا في مجال تعزيز منظومة حقوق الإنسان وجعل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف المجالات من الأولويات الوطنية هذا ما أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواتف حيار خلال ورشة عمل بسلا حول تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين لدى الشباب العربية الورشة انطلقت بمبادرة من منظمة المرأة العربية وبتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصر الله استطعت بلدنا خلال سنوات الأخيرة باش نحسنوا من ترتيب بلدنا اللي مرينا من المرتبة 144 في 2021 إلى المرتبة 137 في 2024 يعني كان ربحنا واحد سبعات ديال النقاط بهدف الخطة الحكومية المساواة 2013-2026 ركزنا على التمكين السياسي أيضا للمرأة والشباب المشاركون في هذه الورشة أكدوا أن المغرب بلد رائد في النهوض بأوضاع المرأة في المنطقة العربية ويتميز بتوفر على رؤية متكاملة وسياسات عامة متواصلة في مجال تعزيز حقوق المرأة ما يهمنا بالتجربة المغربية هو أنها تنبثق عن رؤية استراتيجية هي رؤية صاحب الجلالة حفظه الله الملك محمد السادس ولكن ما يترجمها سياسات عامة وتقوم مثلا وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بترجمة هذه الرؤية من خلال مشاريع وبرامج وبعض المأسسة في مجالات مهمة جدا تتصل بالحماية الاجتماعية والإدماج بالرغم من التقدم الذي تم إحرازه لا تزال هناك تحديات مطروحة في بعض البلدان العربية خاصة فيما يتعلق بالمعتقدات الثقافية التي تحد من دور المرأة في المجتمع وتؤثر على ولوج الفتيات للتعليم في الوسط القروي وتتمحور هذه الورشة حول مواضعتهم على الخصوص دور الإعلام في تعزيز الصورة الإيجابية للمرأة والعنف ضد المرأة وآثاره على الأسرة والمجتمع والتعليم والتربية من أجل التغيير نتابع الآن مشاهدنا بالأخبار الدولية انطلقت أمس بواشنطن أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولية بمشاركة نخبة عالم الاقتصادي والمال من القطاعين العام والخاص وذلك إلى جانبه ممثلين عن المجتمع المدني والأوسط الأكاديمية المزيد مع فدوى نافيل بواشنطن انطلقت فعالية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بمشاركة نخبة عالم الاقتصادي والمال من القطاعين العام والخاص إلى جانب ممثل المجتمع المدني والأوسط الأكاديمية هذه الاجتماعات التي تنعقد في ضرفية اقتصادية تتسم بالتحديات وعدم اليقين تشكل إطارا لمناقشة القضايا المتعلقة بالتدخم والديون والثورة التكنولوجية فضلا عن التغيرات المناخية وتتضمن أجندة هذا الحدث عددا من الاجتماعات والموائد المستديرة تتناول جملة من القضايا المتعلقة بسبل مواجهة آثار الأزمات وأهمية إعادة بناء الفضاء السياسي والحفاظ على التكامل من أجل تحفيز التبادلات والتعاون الفعال الاجتماعات تناقش طيلة هذا الأسبوع ديناميات الاقتصاد الغذائي والتنمية المستدامة والأسواق المالية العالمية هذا وكانت مراكش قد استضافت العام الماضي هذا الحدث البارز في الأجندة العالمية لرجال المالي والأعمال ودوليا دائما أعلن صندوق والأمم المتحدة لسكان أن التعداد السكانية في أوكرانيا ترجع بأكثر من ثمانية ملايين نسمة منذ بدء الأزمة الروسية والأوكرانية في فبراير 2022 وذلك استنادا إلى أرقام سلطة الأوكرانية وقالت المديرة الإقليمية للصندوق خلال إحاطة صحفية في جنوبة نلاحظ بصورة عامة أن عدد السكان في أوكرانيا ترجع بصورة عامة بعشرة ملايين نسمة منذ 2014 وبنحو ثمانية ملايين منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية وضحة أن ذلك نجم عن مجموعة من العوامل وفي موضوع نكر بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وصلت حملة عونة لقطاف الزيتون 2024 إلى قرية أم اللحم شمال شرق محافظة القدس وذلك لمساعدة مزارعية القرية على إنجاح هذا الموسم متابعة تقرير هنا حجي حملة عونة لقطاف الزيتون 2024 تصل إلى قرية أم اللحم شمال شرق محافظة القدس لمساعدة مزارع القرية على إنجاح هذا الموسم رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تلحق بالمدينة وبسكانها حملة عونة 2024 تصل إلى هذه القرية لدعم المزارع في هذه القرية وكالة بيت مال القدس حينما تصل إلى هذه القرية لتدعم هذا الإنسان ليحافظ على أرضه يحافظ على شجرته والإنسان الفلسطيني بطبعه مرتبط بالزيت والزيتون مرتبط بشجرة الزيتون مرتبط بالأرض توزيع الدعم يجري بشكل متناسب على ثلاثين من قرى وبلدات محافظة القدس لسيما قرية خراب أم اللحم شمال غرب القدس وقرية مخماس في وسط المحافظة ثم منطقة وادي الحوض في أراضي العزيرية وكلها مناطق تعرضت هذا العام لحجم اعتداءات أكبر من غيرها اليوم بيت المال المغربي وعدد من النشطاء إضافة إلى ممثلين رسميين هذا يؤكد على التحام الشعب الفلسطيني بكافة مؤسساته وعلى الدعم المغربي للمناطق المقدسية وكالة بيت مال القدس الشريف طرعا لسنة الثالثة على توالي موسم قطاف الزيتون بشراكة مع محافظة القدس في إطار برنامج عونة لقطاف الزيتون بتوفير المعدات وآلات القطف الكهربائية المزودة ببطاريات متنقلة والسلالم ومعدات أخرى تستخدم في جني ثمار الزيتون عودة إلى الأخبار الوطنية ونستأنفها من الدارة البيضاء حيث جرى بالمسرح الكبير بنمسيك تقديم العرض المسرحي الجديد عطايا العزارة للمخرج سامي صعد الله وجمع هذا العرض المسرحي الذي قدمته فرقة والمحترف الذهبي لي الفنونية درامية ثلاثا من نجوم المسرحي المغربي رغبة قبوري في المتابعة بالمسرح الكبير بنمسيك بالدار البيضاء جرى تقديم العرض المسرحي الجديد عطايا العزارة للمخرج سامي صعد الله هذا العرض المسرحي الذي قدمته فرقة المحترف الذهبي للفنون الدرامية جمعت ثلاثا من نجوم المسرحي المغربي هذا المسرحي هي من تأليف الأسر القضايا صعد الله عبد المجيد هذا المسرحي هو واحدة المضموعة الشمائية نفسي سيكولوجي ودي ما احنا كشباب يجب أن نرجع المورود التقافي المغربي دينا المسرحي كتناول أساطير مغربية بطريقة درامية مكتوبة بطريقة رائعة جدا العرض المسرحي يستمد عناصره الدرامية من الأساطير الشعبية التي توارثها الأجيال حول حياة بوشعي برداد ولا العيشة البحرية والتي لا تزال مرتبطة بشكل وثيق بمنطقة أزمور والختم دي الفنية السابعة حيث تم عرض فيلم أنين صامت لمخرجته مريم جبور في طري المسابقة الرسمية لفئة الأفلام القصيرة لدورة الرابعة والعشرين من المهرجان الوطني لفلم بطنشأة تفاصيل مع ردوان مستقيم في حي شعبي قرب البحر يونس شاب عشريني يعاني من مرض التواحد يحاول التعيش مع هذا المرض الصامت الذي يتسبب له في اضطرابات سلوكية ويدخله عالما خاصا وفي الوقت الذي يقضي إدريس والد يونس معظم يومه في البحر يحاول بإمكانياته الخاصة وتقافته البسيطة معالجة ابنه بطرق تقليدية لوقف آنين هذا المرض الصامت مرض سلطت المخرجة وكاتبة سيناريو الشاب مريم جبور الضوء عليه في فيلمها القصير الذي يشارك في المسابقة الرسمية لفئة الأفلام القصيرة ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم بطنجا أنين صامت حاولنا نعالج واحد جميع المواضيع اللي هو اضطراب توحد من جهة الناس ديرو كيبقاوا في واحد العالم ديالهم ما أم بغالي لكي نشوفوا الآباء اللي كيعانوا مع أولادهم وهذا الموضوع ماشي أول مرة كذا ما كيتطرقوا للمخرجين احنا شفنا بزاف الأفلام من الأغلبية كنشوفوا الأمهات هما اللي كيعتنوا بالأطفال لهم سواء كان الأب أو في غياب الأب هنا حاولت أنني نبيل الجانب دي الأب الأب وخديثه والمعاناة اللي كيعانيوها مشاركة المخرجة الشاب مريم جبور في الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم بطنجا فرصة مهمة لفيلمها القصير أنينو صامت باعتبار المهرجان من التظاهرات الثقافية والفنية الكبرى بالمملكة والتي تعطي لمهني قطاع السينما دفعة متميزة وإيجابية في مسيرتهم الإبداعية بهذا نكون قد وصلنا إذن مشاهدينا لنهاية النشر لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار دمتم في آمن الله